شكراً دكتورة نهال على التقديم وطبعاً الشكر في البداية لأستاذتنا الغالية لدكتورة نادية يعني أنا فعلاً متشرف دايماً يعني إن هي بس مبارد بس تقول لي طب يا محمد إحنا عايزين نعمل ورشة عمل أو يعني تشترك عايز ورشة عمل بقالي الشرف طبعاً يعني تعلمنا من حضرت كتير وما زلنا نتعلم ربنا يديك الصحة والعافية دكتورة نادية وفعلاً يعني والأرتفش الانتليجنس ممكن فعلاً كان هو دايماً الشريك دايماً في الحاجات اللي تشرفت بقدمتها مع حضرتك شكراً دكتور أحمد فعلاً يعني أنا سعيد حتى طبعاً ولو في الأجزاء بالعكس أنا سعيد بوجودي في الصرح الكبير مع حضرتكم ومع أسد ذاتنا وزميلنا وزميلاتنا طبعاً دكتورة نهال يعني إحنا غالبتها وقعدنا بأن نممكن أسبوعين ثلاثة بنظبط الدنيا وهي صحة ربنا يبارك فيها ونديها الصحة والعافية حقيقة زي ما تفضل الدكتور أحمد موضوع الارتفش الانتليجنس هو يعني موضوع الساعة وسأزل لموضوع الساعة أعتقد لفترة بسيطة وأعتقد أن بقى دلوقتي يمكن كنا دايماً نقول لما كنا بدأنا يعني رحلتنا في التعليم الطبي وبدأنا نتعلم من التعليم الطبي وخدنا عسطر وخدنا دمالة وإلى آخره كنا قاميها بدأنا يمكن من خمستاشر سنة كنا بنقول التعليم الطبي مهم وخلال سنوات هيبقى لابد أن كلنا يكون عندنا باكجراوند في التعليم الطبي يمكن دكتور نادي يتأكد لي الكلام ده قاعد الموضوع ده سنوات لحد دما بقى مصد أن لازم كلنا عندنا خلفها في التعليم الطبي القصة دي أعتقد بتتقرر فيه الارتفيشل انتليجنس بس الموضوع يتهايلي مش هياخد سنوات هو بياخد ديمكن مش عايزة أقول أيام أسابيع وبقى فعلا محتاجين إن احنا نكون مش قاود ديتت في كل ما يخص الزكاء الإصطناعي وخاصة في التعليم الطبي طبعا بكلنا بكلنا كلنا نتخصين في التعليم الطبي طيب مش عارف يعني هل اللانجوج كده انها تكون بايلينجو هل مناسب صراحة أحبز هذا بس طبعا حضراتكم حابين انتخصوا اللانجوج بيور إنجريش أنا يعني تحت أمركم في أي حاجة فاللي تشوفوا حضراتكم أنا رادي بإذن الله لا مناسب يا دكتور أحمد تمام حضرتك طيب حقيقي لما بدأت أنصتك مع الدكتورة نهالة إن احنا نعمل هذه الورشة يعني صراحة هي آآ لأن هي قالت لي لما قعدت مع يعني مجموعة من اللي هيحضروا بإذن الله عندنا في مجموعة محتاجة نهاية نتكلم في ومجموعة محتاجة ان احنا نكون عندنا مجموعة حبة ان احنا نركز في موضوع آآ عندنا مجموعة ما شاء الله وفبالتالي عادين ما يخص فكانت بالنسبة لي عندنا ساعتين اتنين بس وفي الساعتين الاتنين دول فقط محتاجين ان احنا انتو ساتسفاي حضراتكم جميعا طبعا لان انتو الاساس بالنسبة لنا النهاردة آآ فكهت صراحة وحاولت ان انا اعمل آآ لينا لان كلنا آآ في الميديكال ايديوكيشن احنا ايديوكيتور احنا فيزيشنز احنا ريسيرشار فبالتالي حاولت بقدر المستطاع ان تكون ورشة العمل على الاقل في الساعة الاولانية بتاعتها هي بتشمل الجميع وفي الساعة التانية ان شاء الله هنركز شوية في موضوع ازاي بحيث ان ان شاء الله يكون الجميع كله ساتسفايد وعلى الاقل هنفتح ابواب كتيرة ونطرك لحضراتكم المجال اللي ان احنا نتامل كل سنة ونطيبين العيد خلص ورمضان خلص وكل سنة ونطيبين وبالمناسبة الصورة دي برضو زي الصورة الجميلة اللي حطاها الدكتورة نهار وده برضو هنتاتش معضوع جنريتينج الامج والفيديوز بي الارتيفشل طيب احنا يعني عشان الوقت شوية مضغوط فانا محتاج حضراتكم تكونوا يعني مش اكتف سوبر اكتف معايا في الوقت وفي النشوات عشان نبقى هو بالنسبة كمان للعدد هو صراحة احنا وصلنا المية بس اعتقد ان ممكن حد يحاول يسخل بس انا الاكاونت بتاعي مية فقط فيعني ان شاء الله دكتورة نهال احنا سجلنا الورشة فاللي مش هيقدر يعني يحضر ان شاء الله هنشارك معاه الفيديو كامل بازن الله لانه احنا كده خلاص وصلنا للاكاونت بتاعي طيب اول حاجة هنعملها النهاردة احنا عندنا هنروح على المنتي اما نعمل البر كود الموجود ده او نروح على ونحط القود اللي قدامنا اللي هو تلاتة تمانية واحد سبعة اتنين ستة تلاتة اتنين سواء كده او كده تمشي الدنيا على طول ونروح على مش عارف حضراتكم كده والكود هيزهر قدامنا حالا دلوقتي على الشاشة. يبقى هنروح على منتي دوت كوم وهنكتب الكود اللي قدامنا ده تلاتة تمانية واحد سبعة اتنين ستة تلاتة اتنين وهيبقى عندنا السؤال الاول الاكسبيكتيشن بتاعت حضراتكم فور توداي ووركشوب. متوقعين ان احنا نغطي ايه في لما نتكلم على معايا فضراتكم دين استجابات سريعة. دكتور ما عنيش بعد ايسنا حضراتك اللي مش ظهر الشاشة. حضراتك اللي ظهر. يعني يعني لذلوقتي مفيش الشير. انت شايفتك انت بس اه. يعني كل كل اللي من اول ما بدأت ما ظهرتش. ما ظهرتش. اه ما ظهرتش يا فانت. حبيت ابلغ حضرتك عشان تشاهد. انا اعمال اشتاء. انا مش عايز بتقول حضراتك ان في ناس كتيرة بعتلي على الواتساب انتو فين ما مش عارفين ندخل فهم مش عارفين انه احنا اه اه بس. فيعني ايه اه يعني ده معنى كده ان الاقبال كويس يعني الحمد لله بس هنسجل المحاضرة ان شاء الله. اوكي احنا المحاضرة. اوكي. طيب يبقى حضراتكم كده احنا كده الشاشة ظهرت اتهاء. ظهرت. اوكي. حضراتكم هنروح على المنتي دوت كوم. وهنكتب الكود اللي قدامنا اللي هو تلاتة تمانية واحد سبعة اتنين ستة تلاتة اتنين. او نعمل ليه البركود اللي قدامنا. هو انا تقريبا لاني دخلت وخرجت فلما خرقت الشير سكرين اه اه راح. اوه الشير سكرين راح. طيب اه اه انا مخدش باري ان الاسكرين مش شير. ممكن اعطوش حاجة لو سمحته. اه يعني انا في مثلا ايمان دخلة بتلاتة بتلات مرات. يعني دخلة بتلات مرات. فممكن اللي يدخل يدخل بتليفون واحد بس عشان ندي فرصة لغيره ان هو يدخل. طيب انا على ما حضرتكم الجواب دي انا هعمل حاجة برضو سريعة كده دكتورة نهال ودكتورة نادية. اه. انا هعمل اه شير لايف اه على اليوتيوب. اه بحيس ان حضرت تقدر يتبعاتي للينك ده للناس على اليوتيوب دكتورة نهال ان الناس اقول ابقى عشان في ناس كتيرة عمانة تسألني طيب. اه قادر دكتورة نهال. اه. جزا حد داخل اكتر من التليفون ها? يعني جزا حد داخل. اه. اه. يعني مسلا ايمان دي داخلها تلات مرات. اشتغلوا في الاكسل لو سمحتوا بس يعني على ما اضبط انا. بس اشتغلوا على الاكسل. اه. اضبط انا. اوكي. اه. 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 بس ما فيش حد من بصوت اختفى ولا ايه لا انا سمعين انا موجود بس انا مستني الاكسبيكتيشن نفسه محمد من الفضلة حيك ممكن تبعت الكود تاني من فضلك الكود بتاع اوكي حاضر ده البركود او ندخل على منتي دوت كوم ونكتب 38172 ستة ثلاثة اتنين وصل كده حضراتكم انا كتابت الكود يا فاند انكتبته في الميسجز هو موضوع ليه كيف مش ماشي دكتورة نهاية لحضرتك دلوقتي فيها عشان بس للوقت لو في وقت البريك ممكن نزبط شوية لانما مش عايز يعمل طيب نشوف بتاعت حضراتكم ما شاء الله في واحد وعشرين كيف نعم بمثال غبته حiaты هاوبات الفونئ موضوع هي أخراج التقلامي learning how to use AI in research and teaching how to use AI in research how to use artificial intelligence how to get the maximum benefit from AI get a full overview okay تمام on AI learn skills AI definitions how to get recent guidelines if it's تمال الذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي والمساعدة في الأبحاث والتشخيص to learn about powerpoint presentation about AI how to use I will learn how to use ما شاء الله يعني كم كبير من I know that what I don't know and get super benefit know about artificial intelligence to facilitate medical research know how to search introducing technology how to make research easily know how to use AI and research learn skills ما شاء الله إن شاء الله بإذن الله كل بتاعات حدقكم دول يعني بفضل الله ثم بمشاركتكم يتحققوا بإذن الله بمشاركتور محمد بس اللي هي رأي الحقيقة إن ده very why يعني كتير قوي 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 I would I would بعد إذنكم كلكم إن احنا ناخد مثلا الشهر الجاي research وبس أه ولا إيه رأيك ها لأن research والنهاردة هنحاول كلام حالك طبع مظبوط النهاردة هكون just introduction بإذن الله وبدون مؤطرة نقدر نعمل يعني زي ما حكت تفضلت كده وزي ما كنا متفقين كمان في الجامعات نعمل الشهر الجاي نعمل حاجة معينة اللي بعدين نعمل حاجة معينة وده يعني ده من ضمن الخطة بتاعة اللي احنا بنعملها برضو بإذن الله حضرت بإذن الله حضرت بدون مؤطة ها دكتورة نادية إن شاء الله طيب السؤال التاني نومنيت some AI tools you know تشات جي بي تي أي كمان غير تشات جي بي تي وده النهاردة يعني جزء من اللي هنعمله ان احنا تأكسبلور التولز وزي ما تفضلت الدكتورة نادية هنخلي بقى نفصل في كل مرة بس على الأقل هناخد فكرة عامة تشات جي بي تي اوكي وجزء من هدفنا النهاردة ان احنا نوصل لحضراتكم رسالة ان الارتفيشال انتليجنت تتنوت اونلي اللي تشات جي بي تي هذه احسر تيرنا النهاردة الجيميناي ها دي كده واحدة تانية مختلفة AI chat حقيقة الAI chat يمكن انا نفسي معرفوش كل مرة بنتعلم حاجة من حضراتكم الجديدة طيب دايما جاب جميل جدا البارد هو خلاص معاتش فيه بارد بقى اسمه جيميناي دلوقتي تمام جميل جدا يبقى حضراتكم تقريبا مركزين على ثلاثة الاتشات جي بي تي والكوبايلوت والجيميناي والغالبية بتتكلم على الاتشات جي بي تي لسالتنا النهاردة او بزء من كلامنا النهاردة ان الارتفيشال انتليجنت is not only اتشات جي بي تي هو حاجات كتيرة جدا هنستعرضها النهاردة مع بعض سؤالنا التالت لو حبينا كده نغمى دعينينا ونفكر انا محتاج ايه من الاي اي في شغلي كميديكال ايديكيتور سواء ان كنت ريسيرشر سواء ان كنت سواء ان كنت ايديكيتور محتاج من نوي ايه اللي انا عايزه النهاردة من او بصفة عامة مش لازل النهاردة بس لان الموضوع ممكن مش هيكفيه النهاردة فقط محتاج ايه من قمضنا عنينا كده وبنحلم كده مصباحها لاقي الدين في ادنا وبنفكر يا ترى ممكن يحقق لنا ايه في حياتنا جميل قوي الامنية التانية دي ان احنا دايما كنا بنقول ان الارتفشيال انتليجنس ده مهم جدا ده احد شغله ويمكن مش هنتكلم فيه بالتفاصيل بس نبقى عارفين ان ممكن بالارتفشيال انتليجنس اقدر تجينيرات all types of questions وبشكل professional وبشكل no time safe time and give evidence based information جميل جدا to help me to help make presentation ideas for presentation help safe time in preparation lecture and exam حقيب يعمل كده فعلا reduce time consuming ممتاز برضو هي الارتفشيال انتليجنس ممكن زي بقولوا كده لو حطيته في جملة مفيدة فاي جملة مفيدة في شغلنا هو ممكن يساعد فيها وده يمكن اللي احنا هتكون الانتروداكشن بتاعة السيشن بتاعته فضل لنا سؤال مش هناخده دلوقتي هناخده ان شاء الله في قبل نهاية الساعة الاولى هل ب process medical data جميل جدا انا يعني كنت مستني دي التعامل مع medical data ده جزء مهم جدا اللي هو اللي زي ما قلنا احنا عندنا كاتيجوري من شغلنا كافيزيشنز محتاجين الاستفادة من البيانات الطبية اللي موجودة عندنا شكرا جزيلا لحضراتكم مقدمة اكتر من رائعة ومشاركة متحرككم جميلة جدا ربنا يبارك فيكم هدفنا النهاردة فعلا هو لان احنا مش هنقدر نتكلم في كل حاجة بس هدفنا ان احنا ندي بعض اللي هي يعني خلاصتها ونسيب حضراتكم تنطلقكم ويبقى لنا لقاءات اخرى دي برضو صورة تانية وهيبقى عليها ولينا ليه عليها كومنت هنبقى نقوله بعد كده احنا دورنا زي ما قلنا احنا فعشان كده هنحاول نغطي طوال اليوم تقريبا بشكل مش تفصيلي بس على الاقل هنخرج النهاردة عندنا وحاجة نقدر نشتغل بها عشان كده هادي الاول رمز بتاعتنا وهنقول ايش معنى وده هو بقى ان انا اكتب زي البرومت زي ما هنقول بعد شوية ده هو الامر او اللي بنديه لبرامج الذكاء الاصطناعي عشان تدينا او كلمة دي هنستخدمها كتير قوي اه يعني دايما احنا بنقولها او الذكاء الاصطناعي التوجيدي اللي هو من خلاله احنا بتجنري او صور او فيديو وبعدين نتكلم على هندكد شوية النهاردة في الرسيرش حسب طلب حضاراتكم عندي جزء يخص ده ممكن يكون يعني ايه هسيب لحضاراتكم جزئية كده تخص موضوع لحد ده ما نقود بقى بالتفصيل ورشة عمل كاملة على الموضوع طيب هنبدأ على في السؤال اللي بنسأله طبعا هو يعني انا للوقت كنت دايما بنحب بنخلي دي يعني بصورة بسكشن بس يعني كده ايه يعني هنختصر شوية واتكلم انا عشان اخلي جزئية للأكتيفتي التانية اللي هي بتاعت ايه هو ايه هو ببساطة كده الزكاء الاصطناعي هي محاولة تقليد الزكاء الربان سبحانه وتعالى دهن او هيقلده في ايه او الناس اللي عملت البرمجيات بتاعت الزكاء الاصطناعي كان هدفها ايه تقلد الانسان في كل ربان سبحانه وتعالى وهبهن احنا عدنا جزء وعشان ما ننسهوش حاجة كده عاملة زي من اول الريكول الكمبرهانشن الابليكيشن السينسز الابالويشن والكرياشن وان كان كلمة كرياشن في الزكاء الاصطناعي يعني علينا عليها شوية كونسير ده ما نقول بدا الكرياشن هو جينيريت لان هو مشكرية حاجة مش موجودة يبقى ده اخد الكوغنيتف طب عدوا موضوع الجزء الكوغنيتف كمان اه بقى عندي زي حاجة زي سيري كده بتكلم وبتسمعني وبترد فبقى فيها سبيكنج وهيرينج طب الفيجن في حاجة تخص الفيجن والسينج اه بيشوف ويحلل لي الامج طيب حتى بقى في بعض الابليكيشن بتاخد الروائح المختلفة وتحللها لي وتقول الريحة دي كزا وتعمل لي انا وطبعا زماننا واساتتنا في الجراحة جزء الروبوتيكس والاستخدام الروبوتيكس في الجراحة ده جزء وزكاء اصطناعي والمونوريل والاوتوميتد كار وكلام ده كله ده عبارة عن زكاء اصطناعي الاساسي بتاعه هو وطبع زماننا كرياتيفتي دي شوية علينا عليها شوية والصورة دي بتلخص دي الارتفاشي الانتليجن جزء الروبوتيكس ده كل ما يخص الارتفاشي اي اي بشكل بسيط طب ممكن نتعمك احنا هنتعمك بس مش قوي يعني هنجي بس بعض المسميات عشان لما نسمحها نبقى عارفين هو الموضوع ايه وده مهم جدا يكون عندنا يعني زي ما بنتعلم كده بنعلم ولدنا عندنا فاحنا بالتالي يعني محبز يكون عندنا نالج ضعبارة مجموعة من البرمجيات او نخليها نسمحها خوارزميات الوجريزم ايه موضوع الالجريزم ده انا بدرب الالة على ديتا على معلومات موجودة عندي وبناء على التدريب ده بدخلا كم كبير من الديتا وبدربها عليها وبعدين ابدأ تيست الالجريزم او البرمجيات دي باسئلة او ببدأ عمل لها عشان بعد كده لما اديها سؤال جديد اللي انا بتدولها في صورة او امر تبدأ تجاوب لي سواء بقى الى اخره فده اسمه تعلم الالة وكل لما كانت كمية المعلومات والتدريب اللي خدته الالة كبير كل لما هتكون الدقة بتاعت النتائج اللي هتطلح هكون افضل ثلاثة ونص وبعدين اربعة ودلوقتي بيقعدونا ان خمسة هيطلع الفرق ما بين الموديل دي في كمية الديتا اللي خدتها الالة وتدربت عليها عشان تديني تريتريف او تجنريت تيكست بالدقة كل لما تزيد المعلومات ويزيد الترينج الدقة هتكون افضل لدرجة ان اللي هو الموديل الحالي اللي هو ده تقريبا واخد اكتر من ربعمائة بليون برامتر فكمية كبيرة من الديتا موجودة في او اللي في طيب نيجي بعد كده الجزئية اقصر تعقيدة اللي احنا بنسميها او التعلم العميل هي من بس اللي فيها والشبكة العصبية بتاعتها طبع عشان نبسطها قوي اخبر اشهر مثال هو اللي احنا بنسمي اللي احنا ساعات لما ندخل على الفيسبوك ولاقي اقمديني او اروح امازون اشتريت حاجة فيدي اقمديني 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 بتاعتك في السابقة احنا بنقترح لك تشتري كزا قائم على موضوع او التعلم العميق ان هو بيجمع ويشوف البيهيبيور ويشوف البترن بتاعها وبعد كده هيعمل ده كمثال بسيط طب اللي تشتري بتيل اللي عمل لنا القلب الكبير ده من اول ما طلع في نوفمبر اتنين وعشرين عبارة عن ايه هو عبارة عن هو قائم على عشان يديني اللي احنا بنشوفه دلوقتي من او ديني بلان لحاجة او يعمل او يعمل ال اخير يبقى طب هو اسمه تشات لان فيه تشات بين وبين طيب يبقى وده واحد بنسميه واحد من اللي تشات بوت لان هو مش هو الواحد بس اللي في اللي هو بقى في اسمه جي بي تي طب جي بي تي اختصار لإيه جينرتف جينرتف لانه هو بيولد طب وبي بري تريند لانه تريند ده على ده وعشان الموديل بتاعه اسمه ترانسفورمر فهو اسمه جي بي تي بقى جينرتف بري تريند ترانسفورمر وشات وشات لانه بنعمل شاتنج جمعات نديله امر وبناء على هذا الامر هو بيدينا تيكست بناء التدريب الكبير اللي هو اخذ طيب خلونا نتعمك شوية يعني برضو حاجات بسيط مهم جدا يبقى عندي شوية عرفينها اول واحد فيهم اللي احنا قلنا هو ده عبار عن نوع من انواع بس هو بيبص على ممكن على فكرة نصوص زي تيكست او كمثال للحاجات اللي بتطلع امج وممكن احد اشهر امسال اللي هو ده برنامج قاصب الفيديو او الكنفة مثلا على سبيل المسال يبقى ده ذكاء الاصطناعي التوليد طب احنا قلنا عندي قائم على مودي اسمه جي بي تي الجي بي تي ده بسميه large language model اللي هو ده بقى يبقى اسمه large language model طيب البرومت وده هو بقى جزء من هدفنا النهاردة البرومت هو عبارة عن الفريز او السنتنز اللي بديها للبرامج دي او 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 وده اللي ببدأ النقاش او مع البرامج دي اللي هو معه والاهميته بقى فيه عندي كده سكيلز او بقى عندي زي علم كده اسمه ومن اهميته كمان ساعات بيسموه برومت كرافتين كرافتين فيها كده ديزاين وحاجة كده فساعات بيسموه كمان برومت كرافتين يبقى ده اللي هي اللي انا بمارسها بناء على البيتر برومت بدأنا عارفت يعني artificial intelligence واللي معاه machine learning deep learning عارفت يعني generative AI عارفت يعني large language model عارفت يعني prompt وprompt engineering فضل دي حاجة كمان بس يعني هاختم بها الجزئية دي المقدمة دي ان انا اتفقنا ان انا عندي في بعض chatbot خاصة أو generative AI خاصة بالتكست زي الـ chat GPT والكلودي والcopilot الجيميناي والبير بليكست كل دول تخصصهم في ومستخدمين model زي اللارج language model اللي احنا كلمنا عنه طيب بالنسبة للامج هل هم نفسهم يطلعوا امج لا الامج لهم موديل اخرى شغالين عليهم يمكن اشهرهم ومش عايزة عارف تفاصيل بس يهمين عارف الجزئية دي اللي هو ده موديل خاص بالامج طب ليه ليه انا بقول دي عشان دايما نفتكر ان نصوص فقط لما جم يطوروه عملوا معه للموديل التاني او البرنامج التاني اللي هو الاسرية عشان يطلع امج عشان كده لسه مازالت موضوع الدمج ما بين البرامج اللي بتعمل مش متكامل عشان كده لما وريت حضراتكم الصورة اللي في الاول هي صورة بس كان فيها كلمة فزيشن اللي بتاعها مش صح وحاولت كتير ان اصلاحه دايما بتبقى اشكالية لما اجي اطلب من البرامج بتاعة الامج دايما التكست ما بيطلعش مظبوط مية في المية فبالتالي دي لسه ما محلوش هذه الاشكالية عشان لسه عندي في موديل خاصة بي التكست وموديل خاصة بي الامج يبقى ده كانت المقدبة الخاصة بي ايه هو ما يليل لحد ما وصلنا لانواع الموديل سواء او اي 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 طيب نيجي الجزئية تانية ويعني انا حازمت في اسئلة في الشات يعني ان شاء الله نتجمع تتجمع لو في حاجة تخص البرزنتيشن او كلام ده ممكن نجمع وان شاء الله يكون عندنا عشر دقيق ان هين نكلم عن هنسأل نفسنا ثلاث اسئلة وعادة احنا بنبدأ بالهوات وعادة احنا بنبدأ بوات بس احنا هو الاصح يعني زي ما تعلمنا كده نبدأ بهوات هو احنا ليه محتاجين ارتفشل انتليجنس زي ما قلنا بقى احنا احنا وانا اجتهدت كده وعملت مزج ما بين التلاتة مع بعض ليه هنمشي مع بعض كده ويا رب ان شاء الله دي يعني هي برضه على فكرة بالمناسبة ديتا وبرضه هيبقى ممكن يبقى عندنا في مرة زي ما اتفضلت كده نتكلم زي انا اعمل دي بال ارتفشل انتليجن انا هبدأ من اول كلمة اوتوميتد وعشان في عام اتنين اوتوميتد اوتوميتد فانا ممكن اعمل او زي ما حضر لكم قلتودي كده استخدم ديتا تساعدني في الدياجنوز وقص برضو فيها كلام او بتستخدم الارتفشل انتليجن وعندي برضو فيه اوتوميشن للأدمنستر تاسك يبقى انا ممكن الارتفشل انتليجن سيساعدني ان انا اوتوميت انتليجن فبالتالي هيسهل لي موضوع فيوفر لي وقت زي ما حضركم قلتم طيب عندي التربو لو انا الديت الارتفشل انتليجن كم او على مستوى الهيرس كير ممكن اتنتفى الفيتشار تريند او بتاعة الديزيز معين عن طريق الديت اللي انا هدهاله بتاعة البيشن او حتى لو على مستوى الكميونيتي كله طيب يدخل في موضوع السيميوليشن والفيرجوال تريني ممكن يعمل لي رياليستي تريني ادخل بقى في قصة السيميوليشن بيخش في الجزئية دي طيب طبعا بسهولة جدا انا في موضوع السيرش واستخدامه ان انا هبقى عارف ايه هو وطبعا بشكل سريع وسهل فبالتاني انا ممكن يساعدني في ان انا يكون او يدخل كمان في الشغل بتاعي بقى ده جزئية تخص وتخص تخص انا طب فيما يخص الريسيرش والديت انا انا بيقولوا بقى حدس ولا حرب موضوع الديتا انالسيز وبشكل اكثر من رائع اقدر هيستخدم فيه الارتفيشال انتليجن انكافر التريند والانسايد فاستر طبعا انا كنت بستخدم الجوجل او بستخدم الديتا فيزل الموجودة عندي بيتطلع لي بيبر بيتطلع لي بس ما بتديش انتجريشن الكلام ده كله وتجمعه مع بعضه وتديني في الاخر الفكرة نفسها وزي ما قلنا ده فيما خص طب احنا وبالتالي ممكن يعمل لي اللي احنا بيبقى التعليم المتخص ان انا على حسب النيز بتاعة كل او طبعا انا في موضوع زي ما هنشوف يعني في مرة بالمرات ازاي ان انا استخدم ما كانتش بني خالص او حتى اللي انا عارفها هيسهل لي ازاي ان انا اقدر استخدمها او طبعا ممكن ان انا ممكن اعمل زي ما حضرتكم طلبتم النهاردة هعمل 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 كل ده باستخدام طبعا اخر حاجة عندنا اللي هي طبعا انا لو لو احنا يعني حاجة كده يعني مشابه للانضاع الليرنينج انا اقدر من خلاله ان ادوكيشن ترمو 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 ارياس كونسيستن ومور اكسيساب ورلد يبقى ده كده انا ليه عايز سواء كنت سواء كنت سواء كنت ده احتياجات له طيب يبقى ده اول حاجة واي ليه طب برضو برضو في تسيري كاتيجوريس اقدر استخدام في الكوريكولم ايو من خلال الاناليسي وكستمايز موديول لا ده مش كده او اكتر انا ممكن زي ممكن نعمل ونعمل ازاي فيها كوريكولم ديزاين ناخد اي موديل من الكوريكولم ديزاين وممكن بالارتفايش الانتليجنت على الاقل هايدين درافت البروغرام او الوركشوب او الوبنر الى اخير انتر اكتف ليرنج انفارمينت والكيس اللي كلمنا عنها من شوية يبقى ده بالنسبة فيما يخص التعليم في الريسارش دائما هنتكلم النهاردة بإذن الله في بداية الساعة التانية انا عايز يديني او ايديا مثلا عن المانجمنت الريسينت مانجمنت او او بديله مثلا اقول له ديني حاجة عن او 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 انا ممكن اقول له اعملي الريسيز معين او اديره داتا بتاعة البيش فيها وقال له اعملي الريسيز والديني او 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 طبعا زي ما قلنا وديني ننخل بقى في موضوع البرسوناليز ميدسين وطبعا التكلمنا عنه موضوع الادمينيستر تاسك او الروتين ادمينيستر يبقى ده عندي كمان هاو طب انا كعضو هاية تدريس او ازاي ان انا تماستر بتاعة الارتيفش الانتليجنس يعني هدي لحضراتكم فراية كتيرة وانتو تختاروا منها ودي اعتقد عاملة كده زي رود ماب ازاي تماستر الارتيفش الانتليجنس النهاردة احنا عندنا ويبنار وان شاء الله تبقى سلسلة من الوبنار فبقى عندي فورمال ادوكيشن والترينينج ممكن يكون يعني الحمد لله ستبقى خدت سرتيفكة من الاما اي تي في الديتا ساينس واند ماشين ليرنينج فدي كانت نقدر نقول ديجري او سيرتيفكة او والحمد لله بالعالمين بقى الموضوع ده يعني منتشر والحمد لله يعني سواء عن طريق الجماعية كلية عند حضراتكم كليات في مصر بنك المعرفة كم كبير من الوركشوب والسمن في كسير من البلادفورم بتقدم حاجات فري كورسيرا وإدكس فيه كورس ممكن تبقى فري وفيه كورس بايت طبعا وممكن اخد حاجة بالسيفك اي كورس ده خصيني انا بالظهر من الحاجات المهمة جدا الكلوبريشن والنتورك يعني انا تعلمت حاجة بقدمها لحضراتكم فرشة عمل حضراتكم تعلمتوا حاجة بنعمل الكلوبريشن مع بعض والكلوبريشن ده ممكن يكون من خلال طبعا اكثر من رائعة في التعلم وان احنا نأخذ بسورتس مانا او تكون حاجة ممكن تبقى الطب مع الصيدلة او طب مع الائتي او طب مع النازل ارتفشيل انتليجنس وهانز مهم جدا النهاردة هستعرض بعض الطول المهم جدا احنا نبدأ نشتغل فيها ونتعلم واكيد يعني حضراتكم مش محتاجين ان انا هتضرب وهنتعلم يعني بس ناخد البدايات بتاعتها ممكن نعملها في صور البروجيكت الكونفرانس والجورنال ممكن لو متاحة او سبسكرايب فيه كتير قوي من الائي اي جورنال من الحاجات المهمة جدا للإثيكال ترينينج والقونسدريشن في الإثيكال ترينينج مهم جدا نبقى مع الارتيفشيل انتليجنس موضوع بتاعته ويبقى عندنا ووركشوب كده مخصصة للإثيكس والارتيفشيل انتليجنس اللي انت موضوع كبير ومحتاج ان احنا فعلا توماستر او نبقى اوير بالحاجات الاسيكال وامبليكيشن او في يوزنج الاي قاية والفيدباك مهم جدا انا بشتغل وبشوف يعني ممكن نقعد كده في مرة كده نعمل انا عندي وعندي 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 نقلودي وده بقى محتاج شغل مننا وطبعا يعني احنا مش عايزين ننسى ولادنا وبناتنا الطلاب والطالبات لان احنا اول معرفنا الاي اي عرفنا منهم فمش عايزين ننساه في ظل الزحام ده ان هما محتاجين ان هما يكونوا ووريينتد بالارتيفشيل انتليجنس واستخدامات يبقى دا كانوا اتنين هاو تعالوا نروح للوات عندي فيه اتنين وات برضو طب ايه اللي انا ممكن فيها بالميدكال يعني على السريح كده ناخدها هبدأ من اول محتاج ان انا يكون عندي كوريكل مخاص بالاي وبعض الكليات عملت كورس للاي طب لو ما عملتش كورس للاي خاص ما عنديش وقت او لسه ما عنديناش ان احنا نحمله على الاقل في الكورس التاني احط كده موديول او حط او حاجة مع كل كورس ادي سواء للطلبة او حتى لنا قاعدات التدريس في برنامج التعليمي الطب في الماستر بتاعه مثلا ادخل في الاي اي اي يبقى دايما يعني على الاقل انا وانا شغال مع الطلبة او احنا شغالين موضوع بتاعه سواء في كل الانكا روتيشن وبالتالي محتاج فوستر انا زي ما قالت الدكتورة نادية كده وطلبت من الدكتور احمد ان مع نهاية ورشة العمل دي احنا نحاول نطبق واللي هناخده النهاردة ده مهم جدا سواء ان كانت عن طريق وزي ما قلنا قبل كده محتاج يكون فيه عندنا في الريسارش ممكن يبقى انا نبدأ نفكر عملنا حاجة نحاول نحن ننشرها من خلال جورنل او اعمل مبادرات او او نعمل مسابقات الريسارش الكلام ده كله محتاج يكون عندنا والريسارش والريسارش والتيكنيكال سبورت والإنبيست في التكنولوجي دي الحمد لله في قد تحتاج بس يعني فاند ان احنا يبقى عندنا مثلا على مستوى قسم طب الاطفال يكون عندنا مثلا اشتراك مثلا في بتاعت ويبقى مستخدم من جروب او يعني ممكن تكون دي من الحاجات المهمة لان مش كل الـ ببلاش طيب لو احنا عملنا ده كله متوقعين فعلا لما الموضوع يكبر يبقى على الطب بقصر العيني على مستوى مصر على مستوى الوطن العربي هيحصل حاجة اه ممكن هنتوقع من خلال الدياجنوز والبرسونال تريتمنت والإفشان سواء كان والبرسيشان وده طبعا جزئية ممكن نتكلم عنها بعد كده اكسبوش كلينيكال كيس زي ما قلنا هيوفر لنا في الاول هنتعم شوعة لم تعلم بس هيوفر لنا وقت وفلوس وحتى لو وفر لنا وقت ما هو الوقت ده فلوس بيوفر لنا وقت كتير في اننا فهو مش هجيب لنا على فكرة ممكن ما نكونش احنا عارفانها اه 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 انا هنبقى كلنا خلاص عارفين مش هنلاقي حد بيعمل حاجة عن اثيكال وخصوصها في موضوع الابحاث هيبقى عارف الاسكال بتاعتها ادريس البيض للسيستم انه الارتفيش الانتليجن ده فيه بايض على فكرة ده بقى يعني جزء من فالله نتكلم عنه عشان زي ما ادبطول احمد قال لنا ما نبقاش او متوقعين بتاعنا زي ما نقول احنا بقى هنعدي وطننا نروح للعالم يبقى فيه عمدنا استمدردائيز جلوبال هلس كير يبقى يبقى احنا كده حضراتكم اتكلمنا عن ليه احنا محتاجين الارتفيش الانتليجن how to integrate it in medical education how to master the skills of artificial intelligence what are the strategies to integrate it and so what لو احنا عملنا ده كله متوقع ان شاء الله ايه التحسين او الفرق اللي هيحصل لنا يعني عملنا بالجزئية دي او المقدمة دي زي بيقولوا كده اننا نكون يعني ان احنا فعلا محتاجين ان كنا physician او researcher او clinician ان احنا او researcher او educator ان احنا فعلا نبدأ نشتغل في هذه الجزئية وبقى انا عارفين دلوقتي هو ممكن يعمل لنا ايه بس قبل ما نعمل ده كله هنسأل نفسينا سؤال is it safe to use the chgbt او generative AR ده سؤال مهم جدا لان ده هيعتبر زي ميثاق هنتطافق عليه start بسم الله الرحمن الرحيم وهسأل نفسي سؤال does it matter if the output is true انا بقى بديله او اللي هو الامر اللي بديهوله واشوف هل يفرق معايا اذا كان النتائج اللي هتطلع دي صح ولا غلط لو نو مش فدق معايا زي بقوله مسلا اديني بلان عشان اعمل اروف رحلة او اعمل ريلاكسيشن او الاخير فمش فدق معايا يعني هديني النتائج اللي هتطلع فاقول لك هنا it is safe to use the chat لأ طب لو هي it is matter ان الاوتبوت يتروف ها هنسأل نفسينا سؤال تاني do you have the expertise to verify that the output is accurate هل احنا عندنا قدرة to verify ان البرودكت اللي طلع علينا ده صح ولا غلط لو نو لأ انا ما عنديش القدرة فبقول لك خلدي الجنبي كده وقولك it is unsafe to use the chat طب لو ييس هستخدمه خلاص ومفيش ملكلة لا هل انا عندي بقى القدرة هتحمل الخطأ لو it is unsafe to use the chat طب لو هنقول لك it is possible to use the chat يعني مش هتستخدمه كده لا عشان كدائما بيقول لانه بيطلع حاجات غلط او احيانا بتطلع منه حاجات غلط عشان نكون صادقين وهو الصراحة يعني صادق في الكلام ده دائما نشوف دلوقتي لما نيجي نستخدم بيكتب لي كده جملة تحت ان انا ساعات بيطلع حاجة كده زي التدخين ضر جدا بالصحة كده بتبقى مكتوبة في العشان كده مهم جدا ان انا ما اعتمدش عليه اعتماد مئة في المئة لازم اي حاجة تطلع منه عملا والكلام ده قاله سام ألتمان سام ألتمان ده كان واحدة بيقوله من من اهل البيت قال كده قال يا جماعة ان احنا عمليين شاجة بيتي بس برضو ما تعتمدش عليه في الحاجات المهمة المهمة زي عندنا في الدياجنوز في الكلينكال داتا في لازم اي حاجة تطلع منه ان انا عمل لها طيب كده ده احنا يعني غطينا الجزء الاول يا رب يكون باستفادة وياريت لو في اسئلة حتى حضراتكم حطوها على الشات وان شاء الله يعني نجوابها في النهاية بازن الله طيب دي كانت الجزء الاول الجزء التاني اللي هناخده قبل البريك بازن الله هو عن البرومت انجينيري احنا قلنا البرومت اللي هو الفريز او اللي انا بديها لبرامج الزكاء الاستناعي او صور او الى اخره هو فن وعلى فكرة بيفرق جدا يعني انا النهاردة لو قرقنا ان احنا بس اه اتدربنا مع بعض ان احنا شكرا ايه يبقى ده بالنسبة لي خلاص انا متطمن على حضراتكم قبل ما هندخل في التفاصيل دي اه يعني الاسطلات دي كلها مع حضراتكم بس هنركز فيها بحاجة هو احنا طول عمرنا او احنا بنعمل سيرش بنستخدم الجوجل على سبيل المثال طب هو ايه الفرق ما بين الجوجل سيرش او بصفة عامة والجين انا هقول بس يعني فرقين او تلاتة عشان نشوف احنا كنا فين وبقينا فين وهذا لا يعني ان احنا هنستغنى على جوجل سيرش احنا كنت دايما بنقول سيدنا جوجل يعني مش هنقدر نستغنى عنه بس انا عايز اقول لحضراتكم الفرق بقى عامل ازداد في الجوجل سيرش انا كنت بديله كيوورد بقول له مثلا management of management مثلا diabetes elderly hypertensive whatever وقضم بينه and فيديني ايه رتريف ايه رتريف ارتكل رتريف ويبسايت رتريف بي دي اف whatever هو كله رتريف بابليكيشن بس ما يقدرش يجمع حملي مع بعض ويديني او يعمل لي سامري لللي هو دور عليه انما في جينراتيب اي اي انا لما بقول له مثلا اه انا اولا مش هتديله كيوورد انا هتديله سينتنز هقول له بقى فيها بالتفصيل كده ازا ريسيرش ان اه ان مثلا اندوكاينولوجي اه اي او 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 الارتكل كلها ويعمل لي سامري ويدهال لي كلها على بعضها في صور سامري يبقى هو اكل انا بتعامل معه في هذه الصور يبقى ده جزء مهم جدا في في الفرياشن طب نروح لحتة تانية كمان وهو دي بس اللي هقولها هو سيب الباقي مع حضراتكم لو انا في في الجوجل سارش لو قلت له مسلا اديني لو حطيت له في الكيوورد اوبديت مانجمينت هو هيتعامل مع كلمة اوبديت دي على انها كيوورد يعني هيدور لي على كلمة اوبديت في كل اللي موجودة ممكن يجيب لي مسلا حاجة كانت مكتوبة اوبديت في ارتكل من تلاتين سنة يقول طالب ان هو دور عليها كيوورد عشان كده كنا دايما لما نيجي نعلم ولادنا وبناتنا عن موضوع السارش في الجوجل نقول له خلي بالك ان الجوجل سارش لو عندك غلطة في في الكلمة هو مش هيعرفه فبالتالي هو هيتعامل مع كلمة الابديت او مسلا على انها طب لو جيت في وحطيت له اوبديت او هيستخدمها هيفهمها قال انه بيفهم هيفهم ان انا عايز الابديت دي الحاجات اللي هي انشورة في تلاتة وعشرين وفي اربعة وعشرين فيجيب لي الحاجات الابديت مش هيستخدمها ككيوورد فده مبدئيا كده يعني يا رب اقول وصلت لحضراتكم الفرق الكبير ما بين استخدام الارتفيشال انتليجنس او طولز وابليكيشن والاستخدام السابق اللي كنا بنستخدم في الجوجل سارش او الاس سارشنج انجين ففرق شاسع ما بين ده وما بين ده عشان اوصل لنتائج مرضية في البحث من خلال او في استخدام الارتفيشال انتليجنس بكتب اللي هو البرومت البرومت ده اللي زي ما قلنا هو الانستراكشن او الفريز او السنت اللي زي بديها الاجينراتف اي 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 ابليكيشن عشان يديني اوتبود ليه كريتيريا تمانية كده مش عادين ننساهم ونقوم مركزين فيه وافتكر انه يعني لما اقول بالزبط كده اكني بكلم زميل او زميلة وبطلب منه حاجة فيقول لي ايه وضح لي كلامك انا مش فاهم انت عايز تقول ايه هو بالزبط كده عايزي تكون الكلام وكل لما هيكون هيديني الايه الاوتبود او المودل هيفهم الكلام كويس يبقى ده جزء مهم جدا وبرضو انا مش مش هينفع بقى اديله كده كيورد سايبة وخلاص لا انا محتاج اكون اسبسيفك انا محتاج ايه هل انا محتاج ان انا تكسبلين ولا تسامارايز سامارايز ايه هقوله ده انا كمان زي ما انا اتكلم تدواتي بموضوع الكونتكست ده انا بديله كونتكست سياق للوضع بالضبط انا محتاج بموضوع موضوع في مرحلة انا محمد حسنين اللي بشتغل في جامعة الملك عبدالعزيز اللي بقدم دارت في الارتبيشن الانتليجن لا لان برضو موضوع البرائبسي ده مهم جدا وخاصة لو كانت موضوع البرائبسي او بيشانت انفورميشن ما مددلوش بيشانت انفورميشن بتاعته خالص لان هو يعني وان كان هم طبعا بيقول فيه برايبسي في الديتا ان هو بياخد الديتا اللي احنا بندهاله وبيبقى بيستخدمها في الترينينج بتاعه ده ما كنا كده بنكتب بقول ان عايزين نستخدم بقول له مهم جدا اللي انا بدي اللي انه بناء عليه لو قلت له هيفرش الدنيا شواء لو قلت له هيبقى الوضع مختلف لو قلت له هيدهاني بصورة وبتفرق كتير بقى دي مع التجربة هنشوف الطوم كمان هل زي ما كنا كده بيعلمونا لما كنا نكتب الايميل هل انت عايز الحاجة دي تكون عايزها تكون عايزها تكون عايزها تكون وتفر انا عايز اكتبها في سوق ايميل عايز اكتبها تكون هو بيعمل الكلام ده كله على فكرة ممكن قدي له ايميل وقل له قدي له بس هنت كده انا عامل ازاي فهيديني الريبلاي بتاع بس بحدد له انا الايميل ده الى الى ونفس القصة هو ما عندوش مشكلة هقول لنا عايزها مية كلمة هدييني يعني مية كلمة عايزها اكسباند سامرايز مفيش مشكلة مع الواضع في الاعتباء يعني انا مش هاجي مسلا على موضوع بسيط وقول له اكسباند فلما بقول له اكسباند على حاجة ما فيهاش كلام كتير هو بيبدأ بقى كمان يعني بيهنت شوية ويدييني كلام مالوش لازم طالحاتا يعني فانا برضو بوزن الموضوع انا قيمت اقول له اكسباند وقيمت اقول له سامرايز او حتى اقول له دي هاني زي ما كنا بنقوله زمان في التيويتر كده مية واربعين كلمة طالح من الحاجات المهمة جدا اللي هي في الاتريتف رفايم منت هو خلاص باح انتفقنا هو صاحبي فانا باخد ودي معايا ما باكتفيش باول رد لا ده انا بابضل ماشي معا لحده بما اوصل للا انا عايزه او عايزاني فاديني اول واحدة اقول له لا 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 انت فهمتني غالب فهو اصطراح مقدر جدا اقول له انا مفهمتش كويس سوري فور ميس اندرستاندنج سوري فور كومبيوشن وطيفر يبدأ يصلح لحد افضل ماشي انا رايح معاه بعد ابلها اسرد احنا اتفقنا هو تشاتينج تشات بوت فبالتالي انا بتشات باعه اما لا تكلم ويرجع وهو الى اخير يبقى ده برضو نقطة مهمة تحط نضحها في حزبان عندي افويدنج البيض اه ايه موضوع البيض ده بقى هو الجماعة دول عندهم بايض اصلا عندهم تحيظ لنين تحيظ اللي حط لهم الديتا معظم الديتا اللي هم كتير ده ربا ميت بليون برامتر ده جماعة في اس ويورب هم اللي حطانا فبالتالي هم عندهم تحيظ لها طيب عندهم كوجنيت بايض كمان كوجنيت على حسب نوعية الديتا اللي عنده يعني مثلا لو هو الديتا كلها رايحة في اتجاه معين كمان يقالوا وما هم اللي بيقولوا طبعا مشانا يعني انهما عندهم جندر بايض جندر بايض ليه بيقول انهما عندهم جندر بايض ليه الميل لان معظم اللي اشتغلوا في الـ AI والأرتيفيشال انتليجنس ثم ميل فهم عندهم بايض ليه فبالتالي انا مزوتش البيض ببيض من عندي بمعنى انا ممكن اقوله اه بي فال او او انا بايض اه انسر او مبدئيا في السؤال في البرومت التالي ما اوجهوش انا لانا لو وجهت هو بيتوجه لو قلت له ديني كونسترابت فيدباك او بوزت فيدباك للموضوع ده هيديني بوزت ولو قلت له ان انا عندي جزئية كده مش عجباني هيمشي في الاتجاه ده فبالتالي برضو مهم جدا ان انا ما اوجهوش الا از قدت انا قريدي عايز اوجه الحاجة معينة فهو هيتوجه ليها برضو فبالتالي دول كده تمانية اه كريتيريا لل جود برومت كلاريتي البسيفيسيتي الكونتيكست الكوماند ستراكشور والتون واللينز والايتريتف رفايمينتو طب ناخد هقول انا مثال عشان قبل ما نروح لخمس دقائق بريك بإذن الله هاا حضراتكم هتكتبونا بعض البرومت هقول مثلا كلاريت خبشكه will be a health profession from our health college. I'd like you to develop the learning and introduction to the program and the learning outcomes in the form of knowledge skills and attitude. فكده ندت له prompt كامل في كل حاجة. واضح. أنا عايز ايب الظبط. أنا عايز عامل مستر في الميديكال إدوكيشن. التارجت بتاعي اللي هما الهلت سبورفيشن من كل قليات الصحية. أنا عايزك تديني انترودكشن لي والlearning outcomes. هيعمل هي. طيب. مثال تاني كده بقى قبل ما نروح للأكتيفتي التانية. آآ آآ I'd like to develop five MCQs. آآ وديلو رينينج outcomes. أو توبيكس مسا. عن كارباهدريت. عن جولايكولوس مسا. هديدلو التوبك. طيب. والحاجات بقى اللي اتعلمناها من اسات ذاتنا من الدكتورة نادي واسات ذاتنا في التعليم الطبي. I need the stem to be in the form of case scenario. طيب. with five distractor. وعايز خمسة distractor. آآ and the key. هيحطيلي الكيمي آآ ما بينهم. the lead in in the form of question. يبقى انا عايز اللي lead in the formula. طيب كده وبس لا اقوله كمان لأنا عايز كمان explanation of the answer. انا عايز كمان تديني explanation ليه الانسر. طب يعني انا عايز السؤال يكون. انا عايز السؤال يكون. اه. كده بقى ايه انا ما اين ما خلتش حاجة صراحة. يبقى كده هيدينا هو خمس اسئلة. في الاستام. كيس سيناريو. عايز خمس. هيحطيلي الكي. اكسيبلينيشن. كلينك الريليبانس. يبقى بالتالي كده. ونفس القصة دي ممكن اعملها مع اي نوع من انواع الاسئلة بقى. ممكن اقول له عايز ار تايب آآ ام سي كيو. عايزها الساي. عايزها موضيفايد الساي. عايزها اللي انا عايزه. عايزها ممكن احطوله اقول له ديني اوسكي ديني اوسبي. هيعمل لي البرمت. يو اسمم المقليل كييرا صرف الانجاج that can be easily under thought. avoid complex or ambiguous wording. include example to illustrate the desired response or format of generated compilation. include the context that we quenna which is crucial for generating relevant and meaningful completions. refining and iterate. رايح جاي معا as necessary experimenting with different variation. باسيكال. avoiding prompt that may generate inappropriate biased or harmful content. وصراحة هم الابليكيشن دول مؤدبين يعني مش ما بيطلقوش حاجة هارب في الأوساعات لما مثلا ايه انا في مره من المرات بقوله ان عايز ايمج تو الحرم فكتبتها هفهم هارم فقال لي لا انا ما بكتبش حاجة هارب تقول له اي نيد دهولي موسك ان ميكا ففهم قال لي اي ام سوري اي ابلغيز فور ميساندرستان في بعض الشيت هي عبارة عن هشاركها مع حضركم بإذن الله مع الدكتور نالة وتوصل على حضركم ده برضو صورتين بالأرتيفشال انتليجنس فمرة قلت له أنا عايز مجموعة من عضاية التدريس في لاب في كمبيوتر لاب شغالين على فدانة اللي هي دي والمرة تانية قلت له عايز على الموبايل فدانة دقيقة طيب في بعض مهمة جدا واحد منهم اليونسكو اليونسكو لأي البركود ده لي لو خاطركم عادي نتعمله سكانجل البركود أوكي أو هيبقى مع حضركم البريزنتيشن بإذن الله فده بتاع اليونسكو ده اي اي تولكت فور ايديكيتور ده كان في سبتمبر تلاتة وعشرين ده برضو من التول كاتس هده بقى سندوق بقى ادوات كثيرة من الاي اي برضو ده زريف جدا تقدروا تستخدموه. طيب. على نفس الاخر حاجة بقى وكل ازايق بالضبط ونقف بريك باذن الله كماز دايق تانين. هنروح على المنتيه على نفس المنتيه اللي كنت عنده. انا ما عملته هو هو عشان نوفر وقت. هنروح يعني المنتيه اللي كنتوا داخلين عليه هنبضل عليه برضو. بس هننتقل للشريحة اللي هي الاخيرة فيه. اللي هي واللي عايز يدخل تاني هيروح على ويحط تلاتة تمانية واحد سبعة اتنين ستة تلاتة اتنين. اخر حاجة عندنا او اخر سؤال عندنا. اه عايزين عايزين ايه بس ان احنا محيين? عايزين نكتب اه احنا كده اخدنا البرومت اه انجينيرينج كريتيريا. اللي قلنا فيها الخلائر والسبيسيفيسيتي والنمباس والقونتكست واللينز والااااا. والرياترية رفايممينت اه قلنا تمان حاجات. عايزين بناء على هذا الكلام نكتب ابرومت بس هنروح في الريسيرش بقى. لما احنا هنكمل ان شاء الله في الساعة التانية كلام كتير على فعايزين بقى نكتبه بالطريقة اللي احنا قلناها. يبقى عندنا حاجة من اتنين يا اما نروح نعمل ندخل على المنتين اللي دخلنا عليه قبل كده او ندخل من تي دوت كوم ونكتب قوة تلاتة تمانية واحد سبعة اتنين ستة تلاتة اتنين. حضركم بدأ اكتبهم وانا هشوف لو في اي حاجة في اشياء تقدر اجاوبها. لأ هيكلها تقريبا ايميليات. آآ دكتورة ماروة بتسأل بعد انها هيدي الريفرنس الريسورس الريسورس سامت له هي الطالية. آآ يعني احد مشاكل الريفرنس مازال مش قوي قوي. اللي بيدي الريفرنس دكتورة ماروة برنامج اخر انا بقى احبزه جدا للريسورش اسمه بير بليكستي. هنأتعرض ليه باذن الله. آآ طيب تقريبا اقول له بقى بعد كده ايميليات. طيب انا عايز يا جماعة حضراتكم معي او لا انا عمال اتكلم بس طبعا وده مش يعني مش مثالي ان انا تبقى كلها انا بس اللي بتكلم بس هو تقريبا للوقت انا اسف يعني. فادوني الرقم. اهو. آآ تلاتة تمانية واحد سبعة اتنين ستة تلاتة اتنين موجود على الشاشة. شايفين حضركم الرقم? طب وفي سؤال تاني عندنا. اني بلاد فورم سروق الاي. دكتور آآ هابي? دكتور سعيد يعني? طيب. آآ ايوة في دكتور في عندنا وفي عندي كمان الميد آآ آآ دكاترا معي ولا لا? احنا عايزين نكتب برومت. نكتب الامر او اللي هتديني آآ حاجة في ريسيرش. اقول لكم مسالة وتدي وحضركم مثلا تكتبولي. لأ انا عايز برومت بقى. برومت يعني هكتب سنتنس. بمعنى. هنقول. آآ 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 هذا ريسيرشور ان. مثلا سيء. ما شاء الله انبيدياترك. ايضاك تو. أي. طب شكرا جزيلا. الدكتورة او دكتورة سهل الموضوع. اذا بدياتري دياباتي. دياباتيس ريسيرش. ايوان تتونو. what are the risk of هناخد بعضها ونستخدمها على فكرة. طيب اهو ده لو برومت وعايز هيستوغرام. لا دي دي يعني هو برضو خلينا نقول ان هو في الحاجات اللي هي كده وطبية وكمان يحاولها هيستوغرام دي هتبقى ما زالت لسه دي حاجة مش متاح. انما همكن ادي له ديتا في صورة ارقام ويحاولها لي هو الهيستوغرام. اوكي. ازا بروفوسر او بدياتريك كارديولش. and i need to update me with the use of AI. ان انترافنشنال كستريزيشن. جميل او البرومت ده. هو مش في الريسيرش بس ده انا هناخد ده برضو. بينج ان اجزامنر. اي نيد تو ميك فايف بيست انسر كويتشن بدياتريك ديسليبيديميا. حالو برضو جميل. ما جميل. ادوني امثلة تانية بس احنا كده ماشيين في الطريق. ازا بدياتريش يعني. I want to summary for ozone treatment for examen. جميل. طيب. انا ااخد بقى دول يعني مش مش شرط في النص التاني انها ارتبط او بالريسيرش. ااخد حاجات من اللي ريسيرش on the difficulty of using genetic testing in devolving counters. جميل. اه multi intelligence in nutritional children. ازا ريسيرش. what are the update in type one diabetes management? ازا بي اي سيو سبيشيليست. اه دي دي اوف ار دي. طب معلش ممكن بقى في الحاجات دي يعني نبقى نحط التفاصيل وزاوة ابريفيشن ونشوفه هيعرف هو ابريفيشن ولا. انا ابي درشن. I need to know the latest guidelines to treat GERD. جميل. حلو او. طيب. اه كملوا حضراتكم. اه يعني الحاجة زي اللي هو ده هنا كده. I need to update me with the use of AI in interventional customization on congenital heart disease. ده الى حد كبير يعني ايه? نقدر نقول اه مثالي. حطيت فيه الكونتكت بتاعي. حطيت فيه ايدياتريك كارديولوجي. وقلت ابدات مي. طبعا ممكن ابدات مي. ممكن اخليها مور اه اه بستفك. وازا يوضع فيه اي انترفانشال جميل او ده. يبقى ده ممكن اقدر اعتبره يعني مثال لطيف جدا ممكن نستخدم زيه. اه هنا بقى انا هادي بس يعني هاقف عنده واحد برضو. being an examiner. I need to make five best answer questions on pediatric dyslipidemia. ده اللي احنا بقى بنقول اللي احنا ممكن محتاجين نشتغل عليه. هقول being an examiner. ممكن احدد انا examiner فين. pediatric by whatever type. make a best answer questions. best answer questions. ماشي. on pediatric dyslipidemia. لأ انا محتاجة افسر في ده شوية. ممكن احط فيها انا عايز السؤال ده اللي زي ما قلنا بقى احط في صورة case scenario. اقول انا عايز قلنا خمسة خلاص. اقول الكي. او ممكن اقول ديني لها. عايزه يكون كومنتيب ولا عايزه يريقول. ممكن افسر شوية في ده. عايزه بوست جراديوت ولا ولا اندر جراديوت. فبالتالي برومت زي ده محتاج تفصيل عشان يديني حاجة اه مناسبة جدا. طيب. اه هنا اه اه ده ايمشي الحال ده. ده مغطي كل حاجة. وحطي الاجابشان كمان فيها. طيب. اه خلينا نشوف التشات وبعد كده نروح بريك خمس دقايق. وفي البريك ده انا موجود. بحيث ان لو حضركم عاديين اي حاجة اه انا حاضر باذن الله. اذا بروفس الدكتورة دالي. اذا بروفسر او بدياترك انتنسف كير ايون تو بريبير الكشار ابوت ايكو كارديوغرافي ان بي او سي او اس. جميل ده برضو حالو. ده اه هنا طبعا هنا لما اقوله لكشار هيدي الاوتلاين بتاعها. ممكن اقوله اديني انا عايز باور بوينت فهيديني اه اوتلاين للباور بوينت. يعني ممكن احدد له اللكشار دي ايه بالضبط. يعني احدد له فيها. انا عايز مسلا اقوله اديني الايم والانتروديكشن والليرنج اوتكمز والتوبيكس. واخدهم واحدة واحدة بعد كده ايه افصرها. طيب. دكتور محمد. اخر حاجة هنا اه دكتورة اسراء رسالتي في محتاجة بلنامج يحول لي. اه طب والله دكتورة اسراء خلينا نتوصل مع بعض. انا هسيب في الاخر يعني رقم الواتس بتاعي وشوف دي لها طريقة ولا لأ لان يعني ما قابلنيش حاجة زي كده بس ممكن نشوف ازا كان في حاجة ممكن تعمل كده ولا لأ آآ يعني آآ خلينا نتوصل مع بعض في الجزائي دي وحاولنا انا ازاي شو بقدر ساعد حضرتك فيها بإذن الله. طيب. دكتورة نهال احنا كده اعتقد للنص الاول. سمعني? نعم. سمعني? مسلا انا عايز اقول بس كومنت هنا يعني من دمن الاسئلة دي. مسلا دي كانت كتبة على ريسورش. انا ايود لايك انك تقول لها مسلا ازا كنت بتتكلمي عايزة حاجة على ريسورش في بيدياتري كيمتولوجي روحي على بيربلاكستي. ده روح على الشات جي بيتي. ده روح على دل تو. لان هي دي ممكن تخلي الواحد يبقى مركز اكتر يسأل فين. اه. فده. تمام دكتورة نهال. فيه. اسلامي دكتورة. اه. تمام. عشان تسهل لهم. هما. اما يكون الكواشن رايح على ريسورش. روح على البربلاكستي احسن لك. يعني فيه حاجات تانية. بس البربلاكستي في ريسورش اكيد هي احسن واحدة. او. 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 لو هاسئلة محاضرة ومش عارفة ايه ده بتايقلي بشرة جي بيتي. اه. ده. والحاجة التانية ازا اند. اه. برضو. تقول لهم ايه اللي ببلاش. وايه اللي بفلوس. يعني. مثلا بفلوس ولا لا. البربلاكستي ازن برضو ببلاش. يعني. اه. يعني اقول لهم ده فيها. يعني بتدخل بتاخد. اه. يعني بتعمل. اه. بتدفع فلوس ولا لا. على الحاجات ديها. تمام حضرتك. ربنا باقي فيك في نادية. اسلامي يا رب ربنا باقي في حضرتك. كلام دكتورة نادية معي. يعني مهم جدا. اه. ان احنا يعني هنرجع للبدايات. ان احنا احنا ما عندناش اه. يعني دينا مش مش بس. لأ ده فيه حاجات سبستفك. زي ما تفضلت دكتورة نادية اللي انا بتكلم في عايز اكتب وعايز اعمل مش باور بوينت. عايز بس باور بوينت بريزنتيشن عايز اكثر من رائع. آآ وده وده ان شاء الله يعني هنفسر فيه شوية. عايز للريسارش انا بقى احبز على طوله نروح لبير بيليكس زي ما قالت الدكتورة نادية. عايز باور بوينت انا هروح لبرنامج من بتاع الباور بوينت بريزنتيشن. عايز صور زي ما حضرتكم طلبكم هروح على الديل اسري او يليه المتجر مثلا على سبيل المثال. فده نقطة مهمة جدا برضو توفيرا للوقت والجهد. فان شاء الله يعني بعد البيرك نبدأ يعني نتكلم فيها وطبعا هيبقى مهمة جدا لو اي حد من حضرتكم وطبعا معنا اا يعني اا استاذنا الدكتورة نادية لو في اي حاجة شايفينها كتولز احنا عملين اهو كله ليرنين كير في دينا كلين احنا عملين نتعلم اا بتطلع والتعليم بقى سريع او بتطلع برامج جديدة وحتى نفس البرامج بيبقى فيها قبضيت فيها فنقدر نتعلم منه باذن الله. اا شكرا الدكتورة نادية ربنا بارك في حضرتك. اخر حاجة عندنا اجتلنا هي اذا ريسارش ان فيدياتر كيماتولوجي بليز ممتاز جدا ده اا طبعا حد التول دي انا ممكن اعطى حالي شوية اقول له هي ايه التول اللي انا عايزها ديت. فبالتالي برضو لان هو برضو يعني اا في النهاية انا برضو من الحاجات المهمة جدا في الارتيفشل انتليجنس ابعرف ان هو ليه في حاجات. فشوف هل هو فعلا اا الحاجة دي قدر يعملها ولا هو آآ فيها. طيب اا دكتورة نهاية اننا قدر ناخد بريك خمس دقائق ونعود مرة اخرى ومعلش احنا يعني طولنا شوية بس يعني يا رب يكون في استفادة. بس في الخمس دقائق دول لو في اي اسئلة فيما مضى. انا جاهد يعني موجود انا مش مشاركة حتى. انا موجود لو في اي اسئلة او استفسار او حاجة محتاجة توضيح. وخمس دقائق ونبدأ فهاتف. دي قتورة النهال يعني المايك مع حضرتك انت حضرت بقى يعني تمانج وانا حاضرت باذن الله ان شاء الله. شكرا لخضراتك. شكرا جزيلا دكتور محمد. آآ طبعا احنا يعني كانت البي داية اللي هي بيزيكس يعني بندي فكرة بس الابليكيشن هيجي في في الساعة اللي يجي بعد كده ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله بإذن الله. احنا ناخد خمس دقائق بس بريك مش عشان ان احنا نخرج. احنا الحمد لله لغاية ثلاثة مية. يعني كل ما حد يخرج يجي اللي كان مستني يدخل بداله آآ يعني او حد يخرج يدخل تاني. احنا لغاية ثلاثة مية الحمد لله. بس عايزة انابه حاجة اللي بيخرج اوتوماتيك حد تاني بيدخل فما بيعرفش يدخل تاني. آآ. حدش يخرج الخمس دقائق دوله. الزبط. يخرج مش بيعرف يدخل تاني. انا لعشان كات بقدمية تقول فبلقيهم يدخلوا على دكتورة بعض. آآ آآ دكتور محمد ان شاء الله بإذن الله برضو آآ يعني احنا يريد برضو آآ يبقى عندنا مسلا تاسك يتعامل طالما أستاذ الدكتورة نادية قالت ان ممكن يتعامل كل شهر حاجة. فممكن فعلا بإمانة يبقى مسلا الشهر ده هتتدربوا على الحتة دي. اللي انتو آآ اللي انت هتقولها في المرة يعني في المحاضرة اللي جاي. بحيث فعلا الناس تتدرب قوي في خلال الشهر على الجزئية دي تبقى فعلا very well trained عليها. الشهر الجاي مثلا هنستخدم حاجة تانية. فبرضو هنبقى trained عليها انسوءا ان شاء الله بإذن الله. أظن يا دكتورة نادية الامنات دي كلها عشان اشتراك في الجامعية. يعني عشان حضرت. أنا عارفة. فكل الناس بعدت حضرتك اول ما قلت يا دكتورة نادية. كله بس يعني ياريت مثلا احمد او حدي اللي المهم لي في في وان بوكس كلهم علشان ابعت لهم اشتراك الجامعية كلهم. تمام يا فان. تمام. وإحنا برضو اللي اللي جاية ان شاء الله هتبقى مع الجامعية بإذن الله. بإذن الله بإذن الله. طيب احنا كده هناخد خمس دهائي بس هكترايح صوتك لا. لا. لانه اللي هيخرج وشايفينك. يعني يفيد مثلا احمد او حدي اللي المهم لي في وان بوكس كلهم علشان. انا في اقتراحي باية دكتورة نادية انا هبعد تليفوني. انا هبعد تليفوني. انا هبعد تليفوني. وإحنا برضو اللي اللي تقاتي جاية ان شاء الله هتبقى مع الجامعية بإذن الله. بإذن الله بإذن الله. طيب كده هناخد خمس دهائي بس هكترايح صوتك وان. وان شاء الله. نهال. 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 دكتورة نادية. اوكي. مرسي يا حاضر. انا بس بعد اذن حضراتكم مش عارفة عشان ابعتلكم بعد اذنكم. انا ممكن اعمل يا دكتورة نادية ودكتور محمد جروب للناس اللي حاضرها. هبعد ايميني نعمل واتساب جروب عشان نشاير كمان الصوفت كابي اللي حضرتك عملتها. ولو في حاجة هنعملها in future وستاذتنا الدكتورة نادية تبقى معانا على الجروب وفي نفس الوقت نسميه artificial intelligence group يعني. فهو فيه بس يا هو فيه جروب زي ده معمول مع الجامعية فهندخل ده فده عشان ما يقباش مليون جروب. هاي هاي. هدخل دول مع جروب الجامعية. هلو ممكن هديك نبعد يعني نسب الواتساب أو اللي. هدخلوا مع جروب الجامعية. عن طريق الايمين. اوكي. اه. عن طريق الواتساب كمان. طيب يعني نبقى نكتب نمار التلفونات يا فندم. التلفونات والواتساب والايميل. طيب هاي. هاي. يبقى نكتب تلفونات. ماشي. انا شايف ان هو نكتب تلفونات. زونة. 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 اه حضراتكو تكتبوا تلفوناتكو عشان دكتورة انا آآ نادية دخلنا. ونكتب تحت التلفون الاسم بعد اسم حضراتك. اه. الاسم والتلفون والايميل والدكتورة ماجهة تبعتهم لكلهم واعملوا هدخلكم مع الجامعية ان شاء الله كله. انا عملت لينك على اليوتيوب. اه. بقى بقى تلفونات على اليوتيوب. فممكن الساعة التانية حضراتك تبعاتي اللينك ده. طب بعتودي على الجروب بتاعتنا اللي هي بتاعت الوردشوب. انا هشياره تلوقتي للناس بتسألني. تمام? طب بإذن الله دكتورة. اتسلام يا رب. اه دكتور محمد كان عندي سؤال مش عارف على الوقت ودلوقتي اه يعني كان عندي سؤال بس بالنسبة لو انا عندي معينة او حاجة معينة ماتيريال معينة او عاوز اي عليها. هل في امكانية ان انا وهو يديني عليها الحضراتك? اه اه حضرتك. ده هو ده من احد مميزاته ان انت ممكن حضرتك. طبعا عندنا احنا عندنا ازاي ما كانت الدكتوران دي بتكلم من شوية عندنا اللي هو ده ما بتضريش تحملي عليه آآ ملفات. انما تقدر تعمليه كوبيو باست. يعني كوبيو باست المعلومات. اللي تشاجي بتي فور اللي هو البيض اللي هو بعشرين دولار في في الشهر. ده ممكن بتديله فايل وتقول له انا عايزك تجنريت اسئلة على الفايل ده. او تديله شابتر من كتاب بي دي اف مسلا وتقول له انا عايز اسئلة على الشابتر ده من الكتاب. لو مش متاحة بتعملي كوبيو باست برضو بيبقى شوية للكلمات. اعتقد وصل دلوقتي العشر تلاف كلمة على ما اتذكر يعني. فبالتالي هتبقى لمكت شوية. فممكن حضرتك. ممكن تديره يعني اما فايل لو عندك اللي هو البيض او آآ قبيب باستل تيكست ويديكي يدي لحضرتك الاسئلة عليها بالزبط. اشتغلين شكرا مديل دا اللي حاجة احنا. نعافو دكتورة تحت امر حاجة. ويعني يعني على قد ما هنقدر هنستعرض بعض حاجات مش هنقدر نستعرض كل حاجة. بس هنستعرض بعض حاجات يعني احنا النهاردة كده نده نقول احنا باكسبلور. اه وهناخد بس في حاجات يعني طبعا مش هينفع نمشي من غير ما نكون حاجة نشتغل بيها ونكون اللي احنا تعلمناه نقدر نطبقه بإذن الله ابدو موضع ان شاء الله. دكتور سلام عليكم. سلام عليكم. عايز اشكر حضرتك جزاك الله خيرا طبعا على المحاضرة الجميلة دي ومفيدة طبعا ربنا يكرمك. بس حضرتك بالنسبة للشات جي بي تي اللي هو تي بوينت فارب. المدة كده يعني كانت معلوماته لغاية اظن الفين واحد في عشرين. لغاية واحد في عشرين. هل مازال لغاية كده ولا اتحدث بقى اكتر يعني بقى مثلا غدت الوقت. لا اتحدث بس تلحد جينيري اتنين وعشرين. اتنين وعشرين. للحد دلوقتي طبعا اللي هو او البدائل الاخرى. الكوبايلوت اه ده شغال لحد دلوقتي. الجيميناي شغال لحد دلوقتي. اه يعني خلونا قبل ما نبدأ يعني طبعا احنا هيبقى عندنا فرايتي ليه التولز. اه يعني اكتر حاجة نقدر نحكم بيها برضو هي التجربة الشخصية. يعني انا يعني عن شخصيا صراحة يعني لما لما بعمل اه اه وجربتهم كلهم صراحة. لما بكوه في جينيريتيف اي اي اي. للحاجات زي ما قال دكتور انا كده لليكشور لبلان لحاجة ليه الى اخره. بلدو بسيارش انا بستخدم لتشات جي بي تي وانا عندي الفور صراحة فده انا بعتبره هو في كل حاجة صراحة يعني انا شايفه متفوق على الجيميناي وعالكوبايلوت صراحة بمراحل يعني من تجربة المتعدة. لما وروح للريسارش بحس ان البربلكس دي هو يكاد يكون هو فعلا الافضل لان هو فعلا في موضوع وموضوع يعني اقوال ان هو في الريسارش. طيب يعني اه زي ما صد دكتور انادي اتحضرتك يعني اه اه حكاية مكتوبة جهنة يعني ده ده الكزا. ده هيحصل. هيحصل باسم. واس ماش از يو كان تولينا على الفري او فري اه اه توز لان طبعا حاجك عارف يعني الحاجة الاشتراك بيبقى غالي جدا يعني في اغلب الحاجات. اه خلونا نتفق ان كلهم بلا استثناء لهم الفري بلا استثناء يعني شان برضو خليني الجزئية دي عندنا. لهم الفري مفيش مفيهمش حاجة مفيهمش فري. البيت برجل لكل واحد منهم بتبقى اه يعني باوبشن باوبشن زيادة. يعني انا انا يعني برضو ما زلت بقول اللي هو سري بوينت فايف انا نقدر نستخدمه هيغطرنا مسلا سبعين تمانين في المائة من احتياجاتنا على فكرة بازن الله بده مؤمنة. البربلكسي تي فري. فالبربلكسي نقدر نستخدمه برضو اه فري. الكوبايلوت فيه الفري. الجيميناي كانوا عاملين اللي هي الهما بيسمون بروعة لما اتذكر او ادفانس تقريبا كانوا عاملينها لمدة شهرين فري. فممكن يستخدم الجيميناي اللي هو الادفانس ده لمدة شهرين الفري بتاعه. فان خلينا كده مبدئيا عارفين ان كلهم فيهم الفري. البيت يعني هيبقى باوبشن زيادة. بس الجيميناي العادي حضرتك. نعم. يعني الجيميناي العادي لهو الفري ده كويس يعني. طبعا ما اختلفنا. بص حضرتك يعني كويس. احنا ايه ده منقول بقى ايه? بالتجربة منقول طب بنقارن زي يقوله. انما الجيميناي حضرتك جربتي كمان واستفدتي منه وشايف ان هو ده بيحقق لك احتياجاتك. طبعا ما فيش مشكلة خالص بل بالعسل. يعني انا كان فيه حد كان حاطت قريب في لينكد ان زي كمبارزون كده. ما بين الخمسة اللي هم اعتبرهم زي بيقوله الخمسة الكبار يعني. الجيميناي الكولودي. الكولودي مش متاح حاليا في مصر. فانقول لعمل لنا فيها مثلا اربعة. فهتلاقي كل واحد بيتميز في حتة عن التاني. يعني في حد عنده حاجة مش موجودة عن التاني. وبرضه زي ما اتفقنا في البداية. الموضوع ده كله مرتبط بالموديلز اللي بيستخدمه. يعني الكوبايلوت والشات جي بيتي هو نفس الموديل اللي هو جي بيتي فور. الجيميناي جوجل عاملة عاملة موديل خاص خاص بيها. البريبي موديل خاص بيها لانها شغالة فيه. الكولودي لهم الموديل خاص بي. فهي قصة كلها والتنافس ما بين الشركات دي في الموديل. سواء من ناحية كم المعلومات اللي محطوطة في الموديل او التدريب ده. طيب. اعتقد احنا كده يعني عدينا الخمس دقايق. ندخل على جزء اللي هو كل. اي دكتور احمد. اه محمد ندخل بقى ان شاء الله بازن الله نبتدي المحارف الثانية. انا شاكرت خلاص اليوتيوب لينك على جروب الاسم. وان شاء الله الناس تتابعنا باذن الله. اتفضل. ان شاء الله هو جزء ده عامل ان شاء الله يكون فيه برضو يا رب استفادة كمان اكتر. ان شاء الله. صورتين بالاستفادة عن يعني كتبتلو كده قلتلو في في البروموتينج التوريزم ان ايجيبت. فداني الصور دول واحدة ليه للأهرامات وحطتلي نهر النير قدام الاهرام كمان يعني. اه طيب. انا الارتفيشيال هستخدمه في حاجة كتيرة. في كوريكولم تزايم والتيتشين والليرنين والاستسمنت والكواليتي والاكريتيشن والديتا كوليكشن والديتا اناليسز والريبورت الريسارش. امباورنج الاكاديميك ليدانز استريم ليننج ادمينيستري بروسيس انجيجمنت اند امباورمين. كل ده ممكن نقدر استخدم فيه الارتفيشيال انتليجنز. احنا هنركز شوية بس عالريسارش عشان نبقى خدنا حاجة بالسفك بس بنفس الطريقة اللي هنستخدمها فيها الريسارش نقدر نستخدمه في اي حاجة من دول. طيب. اه فده كنا بنقول دلوقتي التولز اللي عندي عندي فيه. اه اللي هما عندي اللي تشاتشي بي تي سواء سري بوينت فايف او الفورد. ده واحد. عندي كمان اه سوري. عندي كمان حضراتكم فيه الكوبايلوت. الكوبايلوت ده اللي كان اسمه بينج اللي هو بتاع المايكروسوفت. عندي جيميناي كان اسمه برده قبل كده. عندي ده خاص بالريسارش. اه عندي فيه الكولودي اللي اتفقنا مش موجود في مصر حاليا. وعندي فيه البير بليكس. طيب. اليوز بتاعهم كله تقريبا هيكون آآ واحد. احنا النهاردة عايزين نستخدمه في في الرسارش ده على سبيل المسال. بس استخدمنا الرسارش ممكن يكون آآ شبيه للباقيين. طب انا في الرسارش خلينا كده نمشي خطوة بخطوة مع الوضع في الاكتبار انا عايزة استخدمه في الرسارش. انا يعني هركز على نقطة طين. انا مش هستخدمه اقول لك تجلي حاجة عشان نكون متوفقين على هذا عشان ما ما نحطش نفسنا في بتاعت بعض المجلات التي لتقبل حاجة تكون مكتوبة بال اي 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 او نحط نفسنا فيه مرمى نيران الريجيكشن او او الريتراكشن للارتكليل بتاعتنا. وكمان مش هقول له كتب لي هايبوست. هو بيكتب هايبوست. بس كتبت هايبوست دي يعني كتير من الناس اللي يعني اللي يقولوا سكولر كده مش محبزين ان احنا نكتب بيه هايبوست لان هايبوست دي لازم تكون بتاعتنا. انما هذا لا يمنع ان انا ممكن استخدموا بقى عندي سبعتاشر سؤال او سبعتاشر هشارككم مع حضراتكم. من اول الايديا لحد ما بعد ضمانشو. هنستخدم بعضهم عشان للوقت يعني بازن الله. والباقي يسيبوا لحضراتكم تجربوه. يعني مسلا هقول له اول حاجة ايدينتفاي لو انا عايز الاميرجينج تريند. ونختار اي طوبك مطوبك سمسلا وردتاكم في البدياتك مسلا. ايدينتفاي الاميرجينج تريند. اقول له هنا وحطوه لي الفلد بتاعنا. انا اخد اهو كده كنترول سي ده برمت جاهز. واتفقنا احنا هنستخدم واحد منهم يعني هنستخدم اه خلينا في عشان احنا اتفقنا ان هو الافضل في موضوع الريسارش. طبعا ادي هروح على طبعا البرامج دي يعني كلهم بلا استثناء. انا بعمل ساين اوب بيطلب الايميل بتاعي بطلب بيطلب الموبايل. موضوع الساين اوب مفوش اي مشكلة. اه خالص الكل. معظمهم هلاقي ان الجزء الايصر ده فيه بيديني الهيستوري بتاعت اللي فاتت قبل كده. وهنا ده الاكاونت بتاعي لو فيه بتاعي الى اخيره. فكلهم تقريبا هتبقى الشاشة واحدة. وهيبقى عندي فيه بوكس اللي انا بحط فيه البرو. انا رحت على البربل اكس دي. وديت له هنا. الايه? what are the latest trend in? هقول له مسلا هنا انا يحد من حضلكم ان كانت مسلا بيدياتري. اوهي ما تقول جي او عني يعني انا اخد مسلا بيدياتار. فقلتو لجي ديني في البداية وكانزotomى قد problems ». احد مميزات على فكرة البرامج دي احنا قلنا هناك في الجوجل هو ما عندوش تفاهم عندو مشكلة في الاسبالينج لو هنا هو صاحا بيبقى فاهم نية ايه. لو انا غلطان في حرفه في الوسطى او حاجة هو بيتفاهم معا. اه انا ممكن كمان في البيربليكستي ان انا بقوله يستخدم لي الكوبايلو. فبادي بيعمل هنا ايه? اه للبرو. فبيستخدم هو بيربليكستي ومعه كوبايلو كمان. وقال له روح. سيرش. جوجل. ادي هنا بيديني سؤال كمان. هقول له مسلا انت عايز اخ salute of pediatric cariology are you interested in? هل عاد انت في ودي ميزة موجودة في مش موجودة في الـ اداني الانسر اداني كمان الريفرنس وبيدهولي صح على فكرة كان الـ 3.5 في الـ GDPT كان يعني مؤلف فضيح في موضوع الريفرنس كان بديني الريفرنس المضروبة في كثير من الأحوال الأسف الشديد يعني ومعليش أنا يعني النت عندي بطيقة شوية فيعني ممكن تكون ايه الحاجة اداني هنا هو مثلا الـ سامر الى اخير فداني الـ اداني الـ اداني الـ اداني الـ اداني الـ فداني هنا لو مش كده بس مديني حاجة كمان فيها على الجزئية دي مديني فيها حاجات طب يبقى ده اول حاجة انا سألت وقلت له ايه الـ فداني ده كله هو وهنا بقى ايه مديني اجابة كمان اهو الى اخير فداني ده وهو بيديني كمان بعد كده اه يعني ازا بيقوله بيديني حاجات للكلام اللي موجود هنا انا همشي على اللي هنحط انا عايز اقوله انا عايز اقوله بقى فهم جاي يواخد وقل له هنا لأ هو خلاص اعرف انا بتكلم فيه بقى فقل له خلاص انا شيلها بقى وقل له بس هنا ايه فور زيس بدي الخطوة التانية انا هسأله كمان اديني السيجنيفكنت كويتش فهديني هنا فداني بعض الحاجات اهو ايه بيجينيتسكس فاكتور اندلايف كورس ستادز كارديو ميتابوليك ديزيز اه كناني وقداني طبعا تفاصيل وقداني زي ما حاكم شايفيني اداني هنا كمان اللي ايه الريفرنس التاح اداني ما شاء الله حوالي عشرة عشرة حاجات اكمل بيها ابدأ بقى طيب يبقى ده كده انا مشيت لطول التران اللي هي يبقى ده السؤال التاني طيب نيجي ناخد السؤال التالت هاو ده السؤال التريتشر فول شورت طبعا انا ايه اللي ناقصني هنا ايه اللي ايه الريسرش الجاب اللي بفضلالي هنا هاخد دي كده واروح طبعا انا ممكن احدد جزئية من من دون يعني مسلا هاخد مسلا هنا في طبعا انا معلش ان انا بختار مش سعب حضر محوانتوا اللي تختاروا يعني بس سمحوني ان انا اللي بختار اقول الديني في الجزئية دي ايه هي الريسرش جاب في الجزئية دي هيبدأ الديني ده لو بفرض ان انا شايف ان الدين لا انا محتاج ان انا اسأل فيه فقال لي مسلا هو يعني حضراش الحاج اتمنى حتى بس حضركم عشان تقولولي كده الحاجات اللي بتطلع دي فعلا شايفين ان هي فعلا وان هي فعلا تمثل اه اه احتياجاتكم فيما يخص ده في العشان حتى بس اقولوا كده ايه الاخبار يعني طمنوني وادونا كده يعني لحد لحد السؤال التالت ده اللي حضراتكم شايفينه ايه رأيكم دنيا ماشية كده ولا يعني ايه الاخبار عشان حتى بس يعني انا يعني ايه ايه الاخبار معايا ولا لا هلوك خمعيني يا فندم سمعينك بس انا عايز انا عايز عشان بس في طرقك دكتورة يمنع الحمد لله دكتورة يمنع لتلي اعتقد انه هاي طيب انا بس بس هل هو بيدي مور سبيسيفيك ولا بيديني جانرال ايدي كده يعني هو كل شوية اه هو مديني جانرال ايدي هل انا ممكن ابقى مور سبيسيفيك بطبك معين اه ما هو هو ادل حضراتك كده عنوين انت ممكن بتاخد واحد منهم بقى وتشتغلي عليه يعني هناخد مثلا سي اي واحد من دول مثلا اي اختري حضراتك اي عنوان ونبدأ نشتغل عليه بشكل تفصيلي ما هو حضراتك يعني في البداية الداني مجموعة من داني ده كده انا ممكن اخد ده كده واقول له امشي معه بقى اي نيد بسيرش ادي لي طبك واحد بقى افضل ماشي معاه يعني انا اخذ الابي جيناتك يا دكتور محمد نعم يا دكتور الابي جيناتك انا انا محاضر يا دكتور طيب حاضر حاضر هناخد ده ونرجع على طول الابي جيناتك حاضر هنا داني مسلا اهو داني مجموعة داني بالتفصيل فالداني هنا بعنوانها هناخد مسلا دكتور اهو هاخد ايه كده بحال اهو معايشة دكتور محمد اهو دلوقتي ما ديتك هو انت سي انا دلوقتي بديله زي ما حيك قلت سي whatever الابي جيناتك فاكتور مثلا مثلا طيب بعد كده هو لما حيديني الديتا حيديني كل ديتا هتبقى evidence based بي reference تقولي reference فعلا اللي جابها منها ايه اهو ده احد مميزاته حضرتك مثل بيربليكس ان هو حيقول لي say البيبر دي انا جبت من البيشن انا جبت لك الحتة دي من البيبر دي ده بيربليكس تدي حضرتك اوكي الحاجة التانية هل هو برضو ملم بالتاكستبوكس وممكن يقول لي المعلومات دي انا جبها لك من التاكستبوكس ولا بس research papers من هو عنده ديتابيز طيب لو انا عايز اروح الحتة بقى يعني اوسع شوية يعني فيه برامة تانية بس بس هنا على الاقل هنا كله هديك هنا اه 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 ارتيكل كلها حضرتك طيب معلش حاجة معلش سؤال تلات حضرتك بيرجع لقد ايه اقصد يعني بيرجع كم سنة يرجع عشرين يرجع تلاتين يرجع اربعين سنة مسلا ساي ولا ايه حدوده في رجوع عشر السنين حقيقية يعني مش هقدر اتجل حضرتك اجابة محددة مية في المية خلينا نطفك على نقطة لده او لغيره هو بيشتغل على ايه بيشتغل على ديتا هما مدينهالوا انا مبيع الديتا دي وصل لحد فين فعشان كده انا ما عشيش اجابة محددة ههوصل لحد فين فيها هو المست اكريت ان هو هيديك حاجة يعني بزات البير بليكستي والكوبايلت انهم هدول مرتبطين يعني مسلا سي هقول من ساعة بداية الاختراع بتاعه هتسأليه هتسأليه سؤالة باستفق حضرتك هتقولينا عايزك تديني الهيستوري بتاعت المرض ده من كزا لكزا ما احنا اتفقنا بقى هو هو صديق لينا فالهبدأ اسأله اقوله اديني الهيستوري بتاعت الفلاني ده فالروم آآ 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 الف وتسعمائة هنفيش مشكلة اسأليه يعني ممكن فيه ممكن ما اقول حاجة يعني هنجرب ونشوف حتى البوكس ممكن تقوله انا عايزها برضو ونشوف هيدهلنا ولا لأ هل عنده الابشن هو ممكن يقولي او يعني ممكن هيقولك هيقوله والله الموضوع ده مش موجود عني بس ده مش كتير على فكرة هم غالبا ما بيقولوش لا بيجيبوا كل ما هو موجود ما بيقولوش دي مش على فكرة غالبا ودي كات ان هو ممكن ساعات بيقلف حاجات للأسف الشديد يعني اه موضوع انا بس هي دي الكنسبت اللي عندي انا دي بس يعني محتاج جدا وارد وارد عشان تعرف لما بتعمل يعني ايه الكلام ده مهم جدا يعني وبالذات لما تكتب او حاجة بتحتاج ان ان انت الموضوع من البدايات عشان كده احنا اتفقنا ان احنا لادم او اي حاجة بتطلع عننا منه وبناخداش كده زي بزر هنرجع لالإبيجينيتيكس نرجع لإبيجينيتيكس واداني يسأل واحد هنا دكتور فقال لي فنقول لي اجيب لي اتليست اه فايف اه ريسيرش لأنا عايز خمسة انا مش عايز واحد بس فاقول لي انا عايز خمسة ريسيرش على الابيجينيتيكس فايدا اديني خمسة هما تا دكتور هنا بقى انا هسيب لخضراتكم اللي فيها أنا ممكن اخد واحد من دول كده مثلا قال لي هنا مثلا اهو احنا التفاعل انا ما بحبوش ما بحبش استخدمه في الهايبوسيز بس خلينا يعني اقول ان هو بقدر يعمله جنريت هيبوسيز فور زيس كويتش كده انا مش عايز دكتور انهال ايه خطوة بخطوة هو يعني انا مش اخد طبقه هو وهامش فيه بقى معاه خطوة بخطوة اديني ريسيرش كويتش طيب اديني هيبوسيز انا هاديني النال وهاديني هاديني هاديني خل والالترنيتر اديني خمسة هيبوسيز ممكن ااخد واحد منهم بقى واقول له اخدت هيبوسيز وهنا هو انا قال لي مثلا ادلي طبعا اقول له ممكن لا اديني زانال والالترنيتر هايبوسيز خيط دهاني في صورة النال والالترنيتر طبعا هنعمل زي ما حاكم شايفين كده انا مش شايف انا ما اكتب ايه بس يعني هو زي ما قلنا لقدركم هو بيخ من قصد ايه فهنا قلتوله اديني هاو فقال لي والاستادي ديزاين والاستادي والاستادي ممكن بقى اتعمق في اي حاجة من دول بقى اقول له هنا مسلا ايه في الستادي ديزاين اخدها هنا كده ديزاين ايه كده وقل له وطبعا هنا بينفع قوي للشباب لشبابنا وبناتنا لسه في البدايات انهم مسلا دي اه اقول له طب يعني ايه فالصالي دي بتتعامل ازاي فهنا اداني هنا هو اداني هنا الايه التفاصيل طب هقول له في الديتا انا مش عارف الديتا انا هتعمل ازاي فقول له هنا give me more details on الديتا انالسيس هديني هنا تفاصيل عن الديتا انالسيس فهمني الموضوع هيبقى ماشي ازاي في الديتا انالسيس وهكذا ممكن اديني في واحدة مثلا حاجة بقيس حاجة او بعمل حاجة اقول اديني التفاصيل بتاعته هو حتى بديني كمان هنا بقى ايه اه بعض التفاصيل اسئلة ممكن تتسئل هو كان الى اخر ببضل انا ماشي بقى معاه على حسب الاسئلة اللي احنا حطانا انا حطيت هنا الريسيرش جاب والجنر ايديا اللي انا حطيت بقى في الباور بتاعتنا اه درامش معا حضركم بقى خطوة بخطوة اه ازا ما قمنا انا حطيت الهايبوسيس بالاحمل اني مش محبز استخدامها عدينا بعد كده الابريبرت مستدولوجي الديتا كوليكشن استراتيجيز اكتراح حالي ديتا انالسي تكنيك دول كلها برومت جاهز استخدم حتى الانتربيتيش من الاسئلة المهمة جدا يعني السؤال ده بحتري مقاوي اللي هو يديني الاوتلاين للبيبر وات فممكن ناخد ده اديني الاوتلاين للرسيرش بتاعي ونروح له تاني هنا هون ونقول له هنا اديني وخلاص واقول له خلاص عشان نبقى محددين اللي احنا بنتكلم في ده فيدينا الاوتلاين اللي انا ممكن اكتب اشترها فيها او اكتب الارتكال بتاعي عليها فبيديني الانتروداكشن وممكن بقى اديله اخليها اقول له الديني دي تتعامل ازاي دي تتعامل ازاي وده دعية زي ما قلت حالكم يمشي قوي مع الشباب وطلبتنا من اول باكالوريوس للماجستير الى الدكتوراه يساعدنا فيه الجزئية دي طيب حتى في التكتب كتابات هكتبها ازاي طيب انا بعتت البابر للنشر فقل وجالي مسلا رد فممكن يدي ما هو ان انا ازاي ارد على المجلة طيب ومش كده وبس انا ممكن كمان عايز المجلة الانشر فيها اقول دين هاي كواليتي جورنال انشر فيها وبعدين ده مش كده وبس انا ممكن اقول له كمان ادي انا عايز اكتب ايميل للأدتور اقول له كتب لي ايميل للأدتور انا اقول له ما سوطة زاي كواليتي جورنال اه اه خلاص انا بتكلم عن مين يعني خلاص فالدين اقسام الجورنال طبعا كان فيه برامج تانية خاصة باختيار الجورنال فاداني هم الجورنال ممكن بابدأ اسأله على الجورنال اقول له الدين مين اللي هما فري مين اللي هما بنشره سريعا مين اللي هما يعني ابدأ اداني حتى اداني حتى بنفس الاسم فاداني خمسة ممكن اقول له لا اداني خمسة كمان تانيين طيب اه احنا كده وصلنا للسؤال خمستاشر السؤال ستاشر وسبعتاشر بقى اللي هو حتى بعد البحث اقول له يبقى ده كده يعني صراحة على قد ما قدرت كده في الوقت المتاح هذا ممكن امشي في الريسيرش خطوة بخطوة البرومتو والبرونتشات دي كلها هتبقى مع حضراتكم بإذن الله بحيث ان حضراتكم ممكن تقدرهم يعني تستخدموها وتجربوها يعني هكذا استخدمت البربلكس دي هو قد يكون هو الانسب في الاستخدام للريسيرش طال خلونا يعني في الوقت اللي بقى هنجرب حاجتين مع حضراتكم حاجة طبعا هنا فيه حاجات كتيرة هتبقى بقى يعني مع حضراتكم هنفجيت التولز دي سريعا وبعد كده نركز على حاجتين عندي للإديتينج والبروفريدنج اشهرهم في اشهرهم والقوالي بوت والجرامر الكل واحد من دول موجود باللينك بتاعه موجود في البرينتيتشان اللي هتبقى مع حضراتكم يبقى لو انا عايز اعمل برافريزنج او برافريدنج قدر استخدم اسمه بوت طيب عايز حاجة ليه البرينتيتشان تولز ودي حضراتكم طلبتوها انا هستعرض مع حضراتكم تن برينتيتشان تولز واقف على واحد منهم بس نستخدمه مع بعض هشوف مع حضراتكم حاليا دلوقتي وطبعا البرينتيتشان تولز انا ممكن استخدمها في التيتشنج والليرنج استخدمها في عايز اعمل في ثلاث دقائر فيديو معمول بالارتيفيشال انتليجنج ببرنامج اسمه انفيديو اي اار عن تين تولز زي الارتيفيشال انتليجنج قدر استخدمهم في البرينتيتشان دعونا نشوفهم مع بعض